الرب يفتح ولا أحد يغلق الرب يفتح أمامنا أبواب النجاح ولا يستطيع أحد أن يغلقها الرب يفتح أمامنا أبواب للخدمة لو إحنا بنخدم الرب نبواسقين أن الرب يفتح أمامنا أبواب للخدمة ولا يستطيع أحد أن يغلقها عزيزي المشاهد آمن أن الرب يفتح باب لحل مشكلتك آمن أن الرب يفتح باب علشان ديونك تتسدد لو أنت ما ديون آمن أن الرب يفتح باب للشفاء لو أنت مريض وآمن أن الباب اللي يفتحه الرب مش هيتقفل وفي آية بتقول كده قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ما فيش حد يقدر يقفله رب يفتح ولا أحد يغلق وأبدأ معاك عزيزي المشاهد بآيتين من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كرونسوس أصحاح 6 الآية الأولى الآية الأولى هي آية رقم 20 في هذا الأصحاح قد اشتريتم بثمن يعني أنت لك علاقة حقيقية بالرب يسوع تقول لي آه أنت أمنت بالرب أنه مات من أجلك تقول لي آه لو كان لو كنت فعلا أمنت بقلبك بالرب يسوع وبيليك علاقة حية معاه لازم تآمن أن الرب دفع فيك تمن عشان تباليك علاقة معاه في تمن الدفع هنا بيقول قد اشتريتم بثمن وأعلى ثمن عزيزي المشاهد أنت اشتريت بأعلى أعلى 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 ثمن لأن ما فيش حاجة أغلى من دم الرب يسوع اللي سفك من أجلك على الصليل قد اشتريتم بثمن عشان كده ما ينفعش تعيش في الخطيئة ما ينفعش تبقى متساهل مع الخطيئة نكمل الآية فمجدوا الله في أكسادكم وفي أرواحكم التي هي لله خلاص أنت اشتريت بثمن ضخم لا يعني ما قدرش أقول أنه عالي لا ده ثمن سمين ما نقدرش نقدره لأنه سمين إلى أقصى حد ده دم الرب يسوع دم ابن الله الحي ده اللي اشترينا به فهنا مجدوا الله في أكسادكم ما عادش جسدي ملكي لا جسدي بقي ملك الرب أنا اشتريت بثمن مجدوا الله في أكسادكم وفي أرواحكم التي هي لله اوعى اوعى تكون شايف أن جسدك ده ملكك لا ده بقى ملك الرب أعرارك بقى الآية أنا قلت لك أعرارك عيتين من هذا الأصحاح الآية الثانية بقى هي آية رقم 13 الجسد ليس للزنة بل للرب جسد مش بتاعي بقى ملك الرب عزيزي المشاهد أرفض كده أن جسدك يبقى مستخدم للخطية أرفض أن جسدك يبقى بمستخدم بيستخدمه إبليس لخطايا جنسية أرفض وقول كده جسدي ده للرب الجسد ليس للزنة بل للرب يستخدم لطاعة الرب يعني أطيع الرب وأنا هنا في هذا العالم بإيه؟ بجسدي عايز تفكيري ما يفكرش غلط عايز أبا مطيع للرب عايز ماشي يبقى ماشي صح أبا مطيع للرب قول كده عزيزي المشاهد جسدي ده هيستخدم لطاعة الرب هستخدمه لخدمة الرب الجسد ليس للخطية الجسد مش للخطية أنت مش حر التصرف فيه ده مش ملكك الجسد ليس للزنة بل للرب النتيجة والرب للجسد يعني إيه الرب للجسد؟ يعني الرب بقى لحماية الجسد يحمي جسدك من الحوادث يحمي جسدك من الأمراض والرب أيضا لشفاء الجسد لما يبقى جسدي للرب مش للخطية الجزء التاني من الآيات يتحقق الرب هيهتم بيه شفائي الرب هيهتم بيه تقوية مناعتي الرب هيهتم بإنه يحفظ جسدي من الحوادث الخطرة ليه؟ عشان أنا حققت الجزء الأولاني إن الجسد ما عطتهش لإبليس الجسد ليس للزنا الجسد للرب والرب للجسد عزيزي المشاهد لو لك علاقة حقيقة بالرب يسوع أشجعك أنك تصلي بهذه الآية وتقول يا رب أشكرك لأن الجسد بيئبتاعك جسدي بيئبتاعك يا رب ساعدني عشان الجسدي ده يبقى دايما ماشي فيه سكتك أخدمك به يا رب ساعدني عشان جسدي لا يستسلم أبداً للخطيئة وقوله يا رب أشكرك لأن الآية بتقول أنك أنت لجسدي أشكرك لأنك أنت لحماية جسدي أنت لشفاء جسدي لما يصاب بأي مرض تعالى معي عزيزي المشاهد الآن إلى سفر الرؤية سفر الرؤية فيه إصححين مهمين جداً أصحاح 17 أصحاح 17 أصحاح 17 بيتكلم عن سر بابل أصحاح 18 بيتكلم عن بابل يعني عندنا أصحاحين أصحاح بيتكلم عن سر بابل وأصحاح تاني بيتكلم عن بابل ده هنا سر بابل العظيمة في أصحاح 17 في أصحاح 18 اسمها بابل العظيمة إيه الفرق بين سر بابل وبابل إيه الفرق بين الاتنين سر بابل عبارة عن امرأة شافوا يحنى في الرؤية عبارة عن امرأة وامرأة الزانية ده سر بابل وإيه الامرأة الزانية شرحناها وقلنا أني بنفكر بعض باللي تشرح قبل كده أني المرأة دي اللي هي سر بابل العظيمة المرأة دي امرأة الزانية بتمثل العبادة المضللة اللي تبعدني عن عبادة الرب وهي امرأة الزانية زي ما قلت لك لما أنا أعبد الرب يبقى في علاقة بيني وبين الرب لما أمعبدش الرب بسبب عبادة غلط وأبقى معناها أن أنا زي زوجة كانت ليه علاقة كانت مع زوجة بعدين رحت لشخص آخر دي بقى ايه الديانات الغلط اللي بعدت الإنسان عن العبادة الصح هي دي سر بابل هي دي المرأة اللي شافها يوحنة زانية وجالسة على الوحش ويقولتلك أني هذه الامرأة أو سر بابل ده من البداية من سفر التكوين كانت توبة هذه الامرأة وقلنا أني عشان كده تقول ليه تسمت ببابل لأن بابل من البداية وهي المركز اللي طلعت منه العبادات اللي بتبعدت الناس في كل حتة في العالم عن العبادة السليمة مع الرب بابل هي اللي طلع منها العبادات اللي أصارت بقى في ديانات الشرق الأقصى والأصارت في كل العالم فسر بابل ده موجود من زمان من أيام سفر التكوين وقلتلك أن بابل دي سر بابل دخل حتى المسيحية وعطتك دليل بسيط أو إشارة مش عايزة تسميها دليل إشارة أن عيد القيامة بتسمى بالإنجليزي الإيستر الإيستر ده دي كلمة مش مسيحية تدور على الكلمة دي تمشيه تمشي وراها تلاقي هي نفسها كلمة إيه زي ما قلت في حلقة سابقة عشطار إيه عشطار ده ده من مدينة بابل مدينة بابل كان فيها ساميرا ميس في ناس بتقول ساميرا ميس إحد القبع عشطار أو ابنها اللي هو تموز اسمه عشطار المهم أن عشطار ده هي كلمة إيستر يبقى إذن حتى تأثير بابل دخل المسيحية مش بس في الديانات الأخرى انتقل يعني المؤرخين اللي بيدرسوا يقول لك مركز العبادة الوسانية في العالم كان دايما في مدينة بابل وبعدين انتقل بعد كده لما مدينة بابل خربت بقي في مدينة اسمها برغامس عشان كده طيره في سفر الرؤية يقول لك حيث عرششتان ده مركز العبادة الوسانية في العالم اللي هي تضليل عن العبادة الصح وبعدين يقولوا انت نقلت بعد كده من برغامس إلى روما بقي روما مركز العبادة الوسانية الكبير في كل العالم بابل اذا سر بابل ده من البداية من من سفر التكوين من من نشأة مدينة بابل مدينة بابل اسسها نمرود الرجل المتمرد الصياد ده اللي بيصيد البناء ادمين يقتلهم اللي زوجته اسمها سامير اميس و اللي قاد الناس لبناء البرج في تحدي للرب وبعدين الناس تشتتت و انتشرت العبادة الوسانية في كل العالم انما في النهاية بقى في الايام الاخيرة بابل دي سر بابل بي عبارة عن هيب عبارة عن ديانة بقى او عبادة انلاقيها تجمعت فيها كل العبادات في دهاية العالم وهتبقى عبادة سائدة و مش عايزي يعني في تخمينات هي ايه هل هي حاجة في المسيحية هل هي حاجة برا المسيحية مش موضوعنا انما المهم انها يبقى في عبادة تمثل هنا المرأة في العبادة دي هتبقى القادة بتاعتها هيبقوا متحالفين مع الوحش الوحش ده اللي هو مين ده الحاكم السياسي الاساسا من ايطاليا الحاكم الاوروبي اللي هو هيحكم الاتحاد الفدرالي بتاع دول اوروبا وبعدين هيبتدي لغاية بيسيطر على العالم كله لما الراجل ده الحاكم ده عمل اتفاقية لحماية اليهود في الشرق الاوسط في الوقت ده هو عمل اتفاقية امتى نفكر نفسنا في بداية السبع السنين الاخيرة عندنا اسبوع كده سبع سنين منعرف السبع سنين دي من دانيال تسعة عندنا اسبوع في بدايته كان فيه تحالف من القيادات بتاعة الديانة المسيطرة على العالم هيبه في نهاية الايام في اول سبع سنين اخيرة وهيبه فيه تحالف الوحش والملوك اللي معاه رؤساء الدول العشرة اللي هتكون من الاتحاد الفيدرالي في ذلك في ذلك الوقت فيه ده بيساعد ده وده بيساعد ده والوحش بيستخدم الديانة دي عشان اغراض والديانة بتستخدم الوحش عشان المناصب والتأثير فيه تحالف امرأة جالسة على الوحش يعني المرأة الوحش مش بيأكلها مسالمة وهي جالسة عليه بتمشي ده اللي كان فيه بداية الاسبوع في بداية السبع سنين وبعدين بعد ثلاث سنين ونص من بداية الاسبوع يعني في بداية الثلاث سنين ونص الاخيرة اللي هي بداية الضيقة العظيمة والاسبوع كله في ضيقة انما الضيقة العظيمة تبدأ في بداية الثلاث سنين ونص لما الشيطان بقي على الارض بس ويبتدى الوحش ده حصل له حادث اغتيال وبعدين نجا منه وبعدين الشيطان دخل فيه زي ما قلنا وبقي شخص مختلف في بداية الثلاث سنين ونص دي بقى الامرأة دي اتقتل يبقى دا نهاية سر باب سر باب الانتهى في بداية الثلاث سنين ونص ومين اللي قضى على العبادة دي اللي هتبقى منتشرة في نهاية العالم عبادة غلط ممكن تبقى مسيحية غلط ممكن تبقى غير مسيحية مين اللي قضى عليها الوحش والملوك اللي تحته بتعود البلدان العاشرة يعني هيقتلوا القادة وهيقربوا اماكن العبادة والمعاهد او الكليات بتاعت العبادة دي هيحطموها هيسلبوا الاموال بتاعتها وهنا بقى زي ما قلت الله كل الناس اللي في العالم هتسيب العبادة دي وتذهب الى ايه ما ننساش الى عبادة هذا الديكتاتوري عبادة الوحش كل الناس اللي في العالم ما عادة قلة اللي هتبقى مخلصة للرب كل الناس هتسيب هتنضم الى العبادة الجديدة لان اللي مش هيعبد الوحش ومش هيعبد الشيطان اللي ولا الوحش لا يعرف يشتري ولا يعرف يعيش لان عشان تشتري لان يبقى عليك سمة الوحش على الجبهة وايدك اليمن ما عندكش مش بتعبد الوحش ايبقى مش هتعرف تعيش هتعرف حالتك هتبقى فكل الناس بقى مشيت ولا الديانة الجديدة بقى اللي من نوع جديد خالص ليه؟ لانها فيها عبادة للحاكم السياسي بيحكم كل العالم وكل العالم بيعبده طيب العبادة دي تستمر كام سنة؟ ثلاث سنين ونص عزيزي المشاهد يبقى معنى كده ان العبادة او امرأة او سر بابل دي تدمرت وانتهت اللي هي الامرأة اللي جلسة على الوحش بعد ثلاث سنين ونص من بداية الاسبوع الاخير من بداية اخر سبع سنين ده اصحاح 17 طب اصحاح 18 لا ده ما بيتكلمش بقى عن سر بابل ده بتكلم عن مدينة بابل سر بابل ده بعادة الناس عن العبادة الصحة بايه؟ بعبادة غلط هنا بقى مدينة بابل دي بعادة الناس عن عبادة الرب بايه؟ بالمال بالتجارة بين الناس عشان يتجروا وعشان يكسبوا بقي مركز التجارة في هذه المدينة مدينة بابل طب سر بابل ده انتهت بعد كام؟ ثلاث سنين ونص من بداية الاسبوع طيب مدينة بابل دي اتضمارت امتى؟ يقولك لما تدرس يبقى مع نهاية الاسبوع يعني كأن فيه ثلاث سنين ونص بين تدمير سر بابل اللي هي الديانة اللي كانت قبل عبادة الوحش وفيه ثلاث سنين ونص وتدمير مدينة بابل مدينة بابل كمدينة بقى بتعمل تبعد الناس عن الرب بس بطريقة تانية بايه؟ بالتجارة بالمال بالطمع انك تبقى غني دي مدينة بابل فيه بقى ناس يقولوا مدينة بابل دي قلتلك الكلام ده قبل كده فيه اراء يعني فيه واحد يقولك مدينة بابل دي اكيد المقصود بها نيويورك ليه؟ عشان نيويورك دي هي مركز التجارة في العالم كل التجارة جاية من المدينة دي فيه ناس يقولك لا المدينة اسمها بابل يبقى اذا مدينة بابل سوف تبنى من جديد وطبعا انا امين لهذا الرأي ان مدينة بابل سوف تبنى من جديد اتقول لي ليه؟ اقولك لان النبوات اللي عن مدينة بابل اللي في سفر اشعية 13 و14 سفر ارمية 50 و51 النبوات بتقول ان مدينة بابل سوف تضمر فيه مش بالتدريب سوف تضمر في يوم واحد في ساعة واحدة ولما نشوف مدينة بابل النهاردة عبارة عن اطلال لمدينة قديمة نرجع لكتب التاريخ ما نعرف ما نلاقيش انها تضمرت في يوم لا واعت في يوم استولى عليها جيوش مدوى فارس في وقت قصير جدا انما اتضمرت عبرة تاريخ تدريجيا مش في مش مرة واحدة كده لا في مرات متعاقبة يبقى ان النبوات ما تحققش طبع عشان تتحقق النبوات دي بايه؟ يبقى لازم مدينة بابل دي تتبني من جديد وفعلا صدام حسين اللي كان بيحكم العراق حاول بناء هذه المدينة وصرف فلوس كتير قوي في انه يجهزها للبناء وبنى حاجات انما انما لما الوحش بقى اللي هو الحاكم الاوروبي ده هيجي في الاسبوع الاخير مؤكد حسب اللي بيقوله ان مدينة بابل هي مدينة بابل مركز المال هيبني في مدينة بابل من جديد لموقحها الفريد جدا جنب جنب ابار البترول مدينة يعني تقع قريبة جدا من حقول البترول ابار البترول ابار الغاز في الحتة دي الخليج جنبية المية جنبية فيها مية كمان اللي هنا قريبة جدا من نهر او مش قريبة ده صور نهر الفراط يب بيشقها زي زمان فعندها مية عزبة عندها مية كويسة عندها بترول قريب عندها تقع على محاور اساسية في التجارة بين الشرق والغرب بتربط قرات فالوحش ده هيبني المدينة وطبعا بناء المدينة مش هياخد وقت لانه عنده الامكانيات النهار ده البناء ما بياخدش وقت يعني تقول يا فيل لما تتبني المدينة لا ده يطلع قرار تلاقي مدينة بلد واتنقلت والبنوك تحطت وكل المركات تعمل مراكز هناك تسويق والمدينة قريبة لدبي مدينة بابل يعني زي اللي حصل في دبي يحصل بقى في المدينة دي وتجبر وتلاقي عمارات شاهقة وا 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 ليه ليه بقول ان ده هيحصل عشان تتحقق نبوات العقد القديم لان كل النبوات تحققت لكن مدينة بابل لسه في حتة في النبوات ما تحققتش يبقى عشان تتحقق لازم المدينة تبنى مرة اخرى عزيزي المشاهد لازم تعرف ان الكتاب المقدس ده كتاب صادق كل النبوات اللي تقالت فيه اللي كلها ستتحقق في منها جزء تحقق وفيه لسه جزء سوف يتحقق في نهاية الايام لازم تبقى واسق في الكتاب المقدس ان ده كتاب الهي ده كلمة الرب الصادقة لحياتك بني هذه الحلقة وانا بدعوك انك تهتم جدا بقراءة هذا الكتاب الصادق كل يوم لازم تقرأ في الكتاب وكل يوم لازم تقرأ في وقت احسن وقت احسن وقت خصصه لقراءة هذا الكتاب العظيم وقراءة هذا الكتاب بكل تأكيد ستغيرك عزيزي المشاهد الى اللقاء في الحلقة القادمة الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الدم والعهد هدية مجانية من خدمة انهار الحياة عند تلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بأي استفسارات او طلبات خاصة نصلي معكم من اجلها رسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel.org او العنوان البريدي انهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة جمهورية مصر العربية او ريفرزوف لايف بيو بوكس 433 غرينفرد يو بي 5 9 بي ج يو كي او ارسلوا لنا بريدا صوتيا او رسالة اسمس على 012 500 77 88 واخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniell.org الرب معكم والى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية